افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة دكتور محمد الخليل فعليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري واليوم الطبية المجانية الذي تنظمه الوزارة وصندوق الزكاة في منطقة وادي عربة قال الخليل أن تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والأيام الطبية المجانية يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها ومعالجة التحديات التي تواجههم ضمن الإمكانيات المتاحة قام صندوق الزكاة تابع لوزارة الأوقاف يوما خيريا ويوما طبيا مجانيا يوم الخيري اجتمل على توزيع مجموعة من المساعدات 500 كوبون من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قيمة كل كوبون 30 دينار مساعدات لطلب علم ومساعدات لأيتام طرود خيرية 300 طرد من المؤسسة الاستهلاكية المدنية أيضا تم تفقد مجموعة من المشاريع التي نفذناها وإن شاء الله تعالى هناك نية لتنفيذ المزيد من المشاريع التأهيلية لسكان هذه المنطقة ترميم بعض المنازل بإذن الله عز وجل نحن نقدم اليوم العلاج الطبي المجاني كما تعودنا في أنحاء المملكة كلها حتى هذه اللحظة نحن علجنا حوالي 400 مريض حتى هذه اللحظة وإن شاء الله تعالى نحن مستمرين في هذا العطاء بمشيئة الله في كافة أنحاء المملكة